السلام عليكم اليوم رحوا الولايات تعوى هران لنقف على الاشغال انتع ربط ميناء وهران بالطريق السيارة الشرغرب على امتداد مسافة 26 كيلومتر وفيها 8 كيلومترات ابقات على مستوى الميناء تعوى هران اللي مازلت فيها الاشغال متواصلة واللي تعرف اه واترة متسارعة في الاشهر القليلة عن الماضية وكذلك اللي بعم انه هذا الجزء فيه عدة مشاهد فنية من يعني وزن تاقيل يعني فيه الجسر عملاق وزوج انفاق بطول اه اجمالي زوج كيلومترات فاصل خمسة اذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو اللي اكثر توضيح واكثر تفاصيل والسلام عليكم واستكمالا الابعاد التنوية والاقتصادية تسير وطيرة اشغال مشروع ربط ميناء وهران بالطريق السيارة الذي بلغ مراحل متقدمة من الانجاز مشروع مهم اللي راح يمكن ميناء وهران اه يعني من يعني يعني باحسن بالنسبة لحركة المرور انطلاقا من طريق السيار يعني على مستوى مدينة الكرمة على مسافة 26 كيلومتر هذا المشروع اللي اللي رانا فيه يمتد على مسافة 8 كيلومتر من 26 كانت 8 كيلومتر في طور الإنجاز هو مشروع فيه 8 كيلومتر صح لكن فيه عدة منشآت تتمثل في منشآة أول بحرية على طول 1700 متر يعني كيلومتر 700 متر من نسبة الإنجاز بلغت تقريب 98% نحن الآن في بصادة تزفيد الطريق المشروع والمنشآة الثانية هو عبارة عن نفق طوله 930 متر نحن الآن بصادة كذلك التزفيد باقي كذلك لزيكيبون إلكتروميكانيك المشآة الثالث وهو يعني جسر عملاق طوله 680 متر بلغت الإنجاز فيه 60% المشآة والمنشآة الرابع هو عبارة كذلك عن نفق ثاني طوله 1600 متر بقي منه إلا التزفيد بالنسبة لتقدم الأشغال راي في حدود 92% يبقى بعض الأشغال المتعلقة بالجسر يعني في حدود 40% من أشغال المتبقية وهنا كذلك أشغال متعلقة بتزفيد التاريق والإشارات العمودية وكذلك بعض التجهيزات المتعلقة بالنفق مشروع عرف بعض الصعوبات التقنية وبعض الصعوبات المالية الآن هذه المشاكل راي جاوزناها اليوم نستنى نهاية هذه الأشغال في حدود في هذا العام دومي الفنترو إن شاء الله رايح ننتهي من هذه الأشغال حركة الشاحنات التي تدخل وتخرج ميناء وهران تقدر ب 1600 شاحنة يوميا هذا الكمل هائل من الشاحنات يشكل حركة ازدحام مروري هائل وسط مدينة وهران بفضل هذا المشروع الطريق الاجتنابي الذي يعتبر تتميمة لمشروع نهاية وهران سوف يتم فك الخناق والحركة المرورية على مستوى مدينة وهران